السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن افرازات تدل على نجاح التلقيح وهل يوجد افرازات تدل على الحمل ام لا في كثير من الاحيان تبحث النساء عن علامات جسدية بما في ذلك التغيرات في مخاطعونك الرحم والافرازات المهبلية كاشارة الى الحمل في وقت مبكر ويبدأنا في التساؤل هل اذا تلقحت البويضة تنزل افرازات او هل تستمر افرازات التبويض بعد تلقيح البويضة ام هل تنقطع الافرازات بعد التلقيح وهل هناك افرازات تدل على نجاح التلقيح او افرازات تدل على عدم التلقيح اليك الاجابة على هذه التساؤلات في ما هو قادم في هذا الفيديو فانه يمكن بالفعل ان تقدم التغيرات في تناسق ولون الافرازات المهبلية احيانا ادلة حول عملية محددة بجسم المرأة مثل التبويض او الحمل ولقد ابلغ الكثير من النساء عن تعرضهن لتغيرات في مخاطع النق الرحم في وقت مبكر من الحمل فهناك بالفعل افرازات معروفة في فترة التبويض والتي في العادة تصبح اكثر جفافا وارق بعد الابادة عندما ينخفض هرمون الاستروجين لعدم حدوث التلقيح ولكن اذا نجحت الحيوانات المنوية في تغسيب البويضة فقد تلاحظين فور حدوث التغسيب تقريبا ان افرازاتك تظل سميكة وواضحة ومستمرة وقد تأخذ ايضا لونا ابيض يحدث هذا لان الهرمونات في الحمل بما في ذلك الاستروجين والبريسترون تستمر في الارتفاع بعد الابادة اذا تم تغسيب البويضة ويمكن ان يستمر هذا الافراز السميك لمدة تصل الى ثمانية اسابيع طالما انه يظل عديم اللون والرائحة بشكل عام فهذا امر طبيعي ولا يدعو للقلق وهنا يجب الاشارة الى شيء بالغ الاهمية ان التغيرات في مخاطعونك الرحم او الافرازات المهبلية ليست طريقة موصوقة لتأكيد حدوث التخصيب من عدمه ولكنها يمكن ان تكون مؤشر مفيد على الوقت الذي يمكن اجراء اختبار الحمل فيه وايضا نظرا لان الافرازات المبكرة للحمل غالبا ما تحاكي الافرازات التي قد تجدينها اثناء التبويض وقبل الحيد فقد لا تدركين انك حامل كما ان هذه الافرازات قد تكون ناجمة عن اشياء اخرى غير الحمل لذا ينصح بعدم الاعتماد على هذه التغيرات في الافرازات لتأكيد الحمل انما تكون الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي اجراء اختبار الحمل المنزلي وبصفة عامة ينصح بالتوجه الى الطبيب المختص في حالة ظهور احمرار في المهبل او حكة او حركان مصاحب لاي افرازات مهبلية في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع الى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا اعجابكم ياريت تدعمنا بلايك وكومنت وتشاركوا في فيديو مع اصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظر بيننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ